قبل المواجهة المرتقبة لفريق الودادة لحساب إياب الدور الزمهيد الثاني المؤهل إلى مرحلة المجموعات لمن مسابقة دور أبطال أفريقيا وجد المدرب عدن رمزي نفسه تحت ضغط كبير قبل مبارس نادحة في كونكر الغيني حيث أن نتيجة الفوز والتأهل إلى مرحلة المجموعات يبقى حتميا بالنسبة لفريق الودادة وعدم التمكن من بلوغ الدور القادمة يعد كافيا لإقالة المدرب عدن رمزي لذلك يقود المدرب عدن رمزي تدارب الفريق الأحمر بحرص كبير مع تعليمات مشددة للتركيزة خاصة أمام شبك نادحة في كونكر وعدم الاستهانة بالفريق الغيني على أرض يسم ركم محمد الخامس لضمان التأهل إلى مرحلة المجموعات بعصفة الأفطال أكدت بعض المصادر بأن سعاد النصير خصص من حمالية مهمة لللاعبين لتحفيزهم على تجاوز نادحة في كونكر الغيني وحسم التأهل إلى مرحلة المجموعات ضمن مسابقة دور أبطال أفريقيا في الموسم الحالي حيث وعد سعاد النصير بصرفه لإثنان مليون سنتيم لجميع اللاعبين وذلك في حل تجاوز نادحة في كونكر على أرض يسم ركم محمد الخامس والتأهل إلى مرحلة المجموعات للمرة التاسعة واليانا حيث سيكون رقما تاريخيانا لم يسبق لأي فريق مغربي تحقيقه بعصفة الأفطال ويذكر أن مواجهة الذهاب انتهت بأتسعاد للإيجابي هدف لمثله بين كلا الفريقين وسيكون فريق الوداذة مطالب بنسيجة الفوز لتفادي أي مفاجأة ضد نادحة في كونكر في لقاء العودة بالمغرب على أرض يسم ركم محمد الخامس في الدار البيضاء